موسيقى على مدى السنوات الخمس الأخيرة عاشت العاصمة طراغولوس ضغوطا أمنية شديدة حيث ازدادت عمليات الخطف والابتزاز والبلطجة من قبل الميليشيات المسيطرة على المدينة وازداد الوضع صوءا مع ارتفاع سعر الدولار المفتعل وغلاء الأسعار المتزامن مع النقص الحادف السيولة مما جعل المواطن في ليبيا عموما وطرابولوس بشكل أكثر خصوصية يعيش بين مطرقة الاقتصاد المتضادع وسندان الأمن الغائب لذلك خرجت دعوات بالعاصمة طرابولوس ومدن غرب ليبيا الدخول في عسيان مدني قد يغير الوضع ويكسر عن جاهية المسيطرين على العاصمة حيث أعلنت عدد من المؤسسات الخدمية استجابتها لدعوات العصيان منها جامعتي طرابولوس وناصر التي أعلنتها دخولهما في العصيان المدني الذي دعت له عدد من منظمات المجتمع المدني والنشطاء احتجاجا على ترد الأوضاع الأمنية والمعيشية وفي هذا السياق حذر وزير التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر المنتهية ولايته حذر أي مدرسة لا تفتح أبوابها أمام طلابها باتخاذ الإجراءات الإدارية والعقوبات المالية ضدها وقبل انطلاق العصيان اخططف أحد شيوخ السلفية في العاصمة دون أن تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن العملية ولكن ما يثير التساؤل هو حدوث هذه العملية بعد أن حضر المفتي المعزول الصادق الغرياني دعاة السلفية من اعتلاء المنابر ووصفهم بالفئة الضالة واتهمهم بالموالات للغرب إذا تكون هكا مؤرة للفساد وللفجور ترجمة نانسي قنقر